اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا الأنمي بدأ بشخص مدرع في نقابة معينة زي السكاي لكن في نقابات في مهمات في أي أنمي آخر سكاي يعني في أي أنمي آخر سكاي فيوجد بطل مدرع قاتل العفاريت غوبلن سلاير فوظيفة في الأنمي هو أن يقتل عفاريت فقط الأكثر أو غوبلنس خللنا نقول غوبلنس ما هيسا قاعد لها كلمة فوظيفة في الأنمي أن يقتل غوبلنس فقط فمراحل الشخص هو شخص منفرد يعني أغلب مهام يديها بشكل منفرد يعني ما لها في التيمورك ما لها والحلو في الأنمي هذا يعني البطل ينطق فيه البطل ينجلد فيه يعني يوريك أنه مو مرة قوية هذا ولا في شيء ميزة اللي ميزة أنه كيف مولمت القوبلنس كيف يعرف تفكيرهم كيف طباعهم أيش النمط حقهم كيف يعني يصادهم واحد تلوية الآخر يعني ما يخفي عليه أي شيء بخصوص القوبلنس يعني يعني أنمي فعلا يستحق المشاهدة طبعا الفح والأنمي ليش البطل بالأخص يعني كده يحارب القوبلنس منه بيحمي بالضبط أيش هدها بعدما يخلص من القوبلنس ما حد يدري بس ما يدري بس ما يدري بس وخاصة في الفيلم الفيلم صراحة عجبني الفيلم كأخراج نصيحة يعني تبعوه بالجودة العالية تبعوه بالجودة سيئة نصيحة وجد الله تأكدوا من الترجمة كذلك الفيلم حقه خصوصا جبه وتكمل نهاية الأنمي أن آخر حلقة من الأنمي تسويك طلب كذا أن يبقون ينقضون شخص معين وهذه المهمة من اختصاصها هو بالضبط اختصاصها هو بالضبط يعني فالقلوب الضعيفة كأنيمي أو كفيلم لا يتابع لأنه في لقطات دموية لقطات أخرى يعني لجربة الذكر ما تتحمل التابع ما أقول لك أنا يعني فأنيمي جبار الفيلم جبار عشرة 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 كتحريك كشخصيات كأداء كالأستات البسيط الخفيفة هذه اللي مرت الأنمي عشرة 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 طقطقة وفي قيم ما أقول لكم مو ضحك ما أصخرة لكن في قيم وانتج في عام 1999 9191999 يتكون من 43 حلقة بغطلة أكثر 43 حلقة من المتعة والإثارة باسم جي تي أو كريت تيتشر إنيزكاوا أو إنيزكاوا كده اسمه اللي ما يعرف كريت تيتشر إنيزكاوا أو جي تي أو هذا أحد الأنميات القديمة المؤسسة في عالم الأنمي الكوميدية المدرسية يعني هو شخص اسمه إنيزكاوا شخص كان جانح في عصابة قائدين دبابات أو بايكر زي ما يسمونهم هاليومين عندنا قائد بايكر جانح فعلا فعلا لكن في لحظة ما قرر أن يصير مدرس شل هدف يصير مدرس ليش يصير مدرس أنا ما رح أقول لكم تروحوا بعرفوا وتابعوا هذا الشيء فالله قطه في أول أيامة في فصل كل جانحين فالفصل وظيفتهم أي مدرس جديد يجي يتسببون في طرده لكن لسوء حظهم لسوء المنقلب عليهم طاحة في مدرس عارف الكفت كله بدأ تجاعد ذاكرة زيادة فهمتوا فالمدرس هذي يعني ونزكاوا صراحة غير عن كل مدرسين فشوف أنا من سوء حظهم أنهم تمشكل مع مدرس زي هذا ومع الأسف صراحة يعني يحزني أنهم طاحوا مع مدرس زي هذا لكن في النهاية القيم اللي وصلها الرسالة اللي وصلها عقب إيش أبو سالم لا تبتل أني مخلصتو تعرفين أني تتكلم فأنصحك ومشاهدته لأني معش على عشرة من العلمية القديمة المؤسسة المدرسية وهذه كانت حلقتنا لهذه الليلة وفي النهاية يقول معي سبحانك اللهم بحمدك أشأن لا إله للأنت أستغفرك وتوب إليه اشتركوا في القناة بضر الليك وشير ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة